السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على الأبنين الذين اصطفى لسيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابتي الكرام والبيتي العظام المستكملين الشرفة وبعد درس القواعد الفقهية وكما قلت أن من متممات علوم الآلة إتقان الأصول وإتقان القواعد الفقهية والكلام على مقاصة الشريعة أيضا لأن فيها ما فيها من إتمام هذه الأبواب التي تكون سراءا للمجتهد حتى يستنبط الحكم من الأدلة سنأخذ القواعد الكبرى كأنها قواعد السعادين نأخذ القواعد الكبرى أولا نبتدئ بها ثم بعد ذلك ننتقل من القواعد من فروع القواعد التي نستطيع أن نتكلم عنها حتى يتهيأ طالب العلم على إتقان هذه المسائل تمرسا وعمليا أول القواعد الكبرى إلى قاعدة الأمور بمقاصرها أو القواعد الكبرى إلى قاعدة الأمور بمقاصرها أو العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني الأمور بالمقاصرها أو العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني أدلة هذه القاعدة وقاعدة من القواعد الكبرى لها أهمية قصوى هذه القاعدة وأن الأحكام قد تترتب على مسألة النواية وأيضا فيها القبول والرد قد يترتب على المقصد بل المقصد قد يخفف العقاب على صاحبه كما قلنا فسألت القاتل فإن كان قد خصد عمدا يقتل به إلا أن يعفو ولي الدم وإن كان قد قتل خطأا فهذا ما ليس عليه إلا الدية بل نقول المبتدع الضال في بدعاته إن كان صادقا نية في التقرب إلى الله للفعلاء مخلصا أن يتعبد الله للفعلاء وجهله غلبه فهو يحاسب ويعاقب على جهله وقد يؤجر بنيتي قد يؤجر بصدق نيتي وحسن نيتي الأمور كل الأمور هنا على العموم كل الأمور وهذا مستقى من قول السلام إنما الأعمال يبقى الأمور كل الأمور تدور على المقاصد أدلة هذه القاعدة حديث الصحيحين عن عمر الخطاب رضي الله عنه أرضاه بأن النبي السلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئي من هو الرواية طبعا إنما الأعمال أو إنما الأعمال بالنية إنما أسلوب من أسليب الحصر وهذا يبين لك ما قلنا الأمور بمقاصدها كل أمور بمقاصدها فإنما أسلوب حصر وقصر والمعنى بأن إنما الأمور إنما الأعمال والمنيات إنما أسلوب حصر وقصر إنما الأعمال والمنيات أسلوب حصر وقصر يعني كل عمل يفتقل إلى نية سواء للتمييز أو سواء للثواب والعقاب أو القبول والرد ولذلك كانت في الزيادة عن ابن عباس قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية في الحديث الذي يخسف بأوله قالت عائشة يا رسول الله فيهم من ليس منهم فقال للمسلم يبعثون على نيتهم يبعثون على نيتهم وقول للمسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية جعل مدار الأمر مع العمل الصالح على النية ولكن جهاد ونية وهنا أيضا في حديث الطويل لأنه يخسف بالجيش فقالوا يخسف بأوله وآخريه فقالت عائشة رضي الله عن أرضها خرج فيهم من ليس منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نيتهم وفي الدارمي وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل فقال يا رسول الله يخرج الرجل يقتل شجاعة يقتل حمية يقتل الأج فأي ذلك في سبيل الله قالوا يا رسول الله ما له قال ليس له من شيء أو قالوا ما له قال لا شيء له إن الله لا يقبل العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأجر وعن الغريم وعن غير ذلك قال من قاتل لتكون كلمة الله لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله وفي الصحيحة قال إنك ما أنفقت نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه وكأنه قال القيد للقبول أو الرد ما أنفقت نفقة تبتغي بها وجه الله ما أنفق رجل نفق على زوجه يبتغي بها وجه الله إلا أخذ الأجر كان الأجر عليها فهذه الأدلة على هذه القاعدة المهمة جدا وهي قاعدة الأمور بمقاصدها هذه القاعدة قاعدة الأمور بمقاصدها وفيها الأصل فيها كما قلنا النبي السلام قال إنما الأعمال بالنيات معنى هذه القاعدة نأخذ معنى القاعدة ونستريح بعض الشيء صراحة للطعام فسمحونا سنأكله مع ذلك إن كان في وقت نكمل الكامع القاعدة الأمور بمقاصدها الأمور جمع أمر والأمر هنا بمعنى الشأن أو الحال كأنه يقول الحال يقبل ويرده بالمقصد والمقاصد جمع مقصد وهو النية والنية إن كانت للفعل فهو العزم على الشيء أو الإخلاص إن كانت في اتجاه الرب سبحانه جل في علا وقد قال الفقهاء في تعريف الأمور بمقاصدها قالوا الأمور بمقاصدها بمعنى أفعال المكلف القولية أو الفعلية الأحكام والنتائج تترتب على وجود النية إذن صحة وبطلانة النية تمييز صلاة عن صلاة النية فإذن الفقهاء يقولون الأمور بمقاصدها ويتدخل في أبواب كثيرة قالوا هي أفعال المكلف القولية أو الفعلية وأحكامها ونتائجها تترتب على النية من جهة القبول أو الرد تتناطب النية أيضا السبب العقاب القبول والرد إن الصحة والمطلانة تترتب على النية وكذلك القبول والرد فلو قلنا بأن رجلا قام قال إني أريد أن أتقرب إلى ربي وأريد أن أتوبى توبة نصوحا قال فقام فصلى ولم ينتوي صلاة لم ينتوي صلاة وحركات فقط القيام والقعود وحتى القراءة ما قرأ فمثل ذلك لابد أن نقول صلاتك باطلة ولا تصح بل لو قام يصلي الظهر والناس يصلون الظهر هو دخل ليصلي فقط لأن الناس بتصلي يصلي فقط ما أراد صلاة الظهر قلنا لا يجزئك ولا تسقط عنك الفريضة وعليك أن تصلي الظهر وإذا النية كانت حاضرة للعمل فإن العمل يترتب عليه الصحة والبطلان قلنا من قام يصلي الظهر فلا بد أن ينتوي وتقترن النية التكبير أنا ويريد أن يصلي الظهر أما المسألة الثانية الثانية وهي مسألة الثواب والعقاب لا بد من الإخلاص وهذه تجعلنا نتكلم عن مسألة مهمة جدا علاقة الصحة والبطلان بالقبول والرد يعني هل كله صحيح مقبول هل كله صحيح مقبول الصحيح الراجع علاقة بينها وبينها معموم وخصوص القبول أعم من الصحة القبول أعم من الصحة فقط صح الصلاة ولا تقبل لكن إن قبلت واجب أن نقول أنها صحيحة لأنه لا يقبل الله عمل إلا إذا كان صحيحا لأن الصحة معناها أنها توفرت فيها الشروط والأركان وأن أهم شروطها على الخياف اللفظي بين العلماء في مسألة النية هل هي شرط أملك على الركن فأمنام شروط هذه الصلاة هو النية العبادة الشرط فيها لابد أن تكون نية لقولنا السلام إنما العمل بالنيات ولتقبل أن الله لابد أن تكون خادصة لوجه الله جل في علا فمن ناحية تاني هو مسألة التمييز سألة اختار النية بالعمل وأيضاً إخلاص العمل لوجه الله جل في علا قال الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صليحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يبقى إذن كل مقبول صحيح ولا عكس قد تصح الصلاة بتوفر الأركان والشروط ولا تقبل قد تصح بأنها قام وقعد وقرأه حتى أنه استحضر النية في تمييز سعود بن الزهر من العصر فهنا الأركان والشروط قد توفرت ومع ذلك لم تقبل لماذا؟ لأن هناك أنا أقول بأنه هناك خلل في مساءة الإخلاص لم يخلص لله الذي فعلها ما هو المانع هو أنه لم يخلص لأنه قال للم كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فقد قام وأتى بالأركان والشروط صحيحة لكنه يعني قام يصلي ويطير في الصلاة حتى يمدحه الناس على نوع على إيمان وعلى طغل قد لا تقبل شارب الخمر يشرب الخمر قال فينه السلام لم تقبل له صلاة أربعين والذي ذهب إلى الكاهن لم يسأله لم يصدقه لم تقبل له صلاة أربعين فإذا هذه المسألة تجرونها في الكلمة على النية مسألة القبول ومسألة الصحة قد تصح الصلاة ولا تقبل لأن القبول لا يكون إلا بإخلاص وقد وإذا قلنا تقبل فلابد أن نقول إن كانت مقبولة فهي صحيح لأن الله يقبل العمل إلا ما كان صلاحا وكان صحيحا متبعا فيه سنة النبي بالنسبة لكلام على فروع هذه القاعدة الكبرى الأمور بمقاصدها تكملة لما ابتدأناه في الكلام على القاعدة الكبرى من قاعدة الكبرى قاعدة الأمور بمقاصدها وبينا أن مدار الأمر بأسره على النية سواء القبول والرد سواء الصحة والبطلان في العقود أو في العبادات أو في غير ذلك المسألة تدور على النية لذلك قد قال العلماء أن هذه القاعدة تجري على كل الأبواب على كل الأبواب على الحدود على المعاملات على العبادات والأمثلة التي تبيننا في روح هذه القاعدة هي التي تعطينا ثراءا في فهم القاعدة وتطبيق القاعدة يعني لو قلنا مثلا زيد تزوج هندا وعاش معها دهرا أحبها أحبته ثم طلقها ثم حدث الشقاق وازداد فطلقها ثانية ثم طلقها الثالثة فبانت منه بينونة كبرى ولعشقه لها ما استطاع البعد عنها فيريد أن يردها وتعلمون أن الطلاق الثلاث البينونة الكبرى لا يصح له أن يردها بحال من الأحوال إلا بمحلل قال الله جلالي فعلا فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وجاء رجل عمر يعلم أن زيد يحب هندا وهو طلقها فأراد أن يتزوجها من أجل أن يحلها لعمر ليس أتزوجها هو أراد أن يتزوجها ليحلها لعمر المسألة فيها أنه تزوجها بنية الطلاق هنا الآن لذلك الخلاف بالعلماء مشهور يعني شفعية يرون بأن هذا العقد صحيح طالما عمر لم يشترط عمر زيد لم يأتي به عمر لم يأتي بعمر ولم يشترط عليه بطلاقها وعمر جاء متبرعا وهو الذي عقد على هند وينتوي يبططن يعني يبططن أنه يطلقها من أجل صاحبه من أجل زيد لكن هو إذا تزوجها أين من أجل صاحبه هو لابد أن يذوق العسائل لأن النساء قال تريدين أن ترجع إلى رفاعة فقال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك فأراد أن يفعل ذلك شفعية يرون بأن العقد صحيح وأن له أن يفعل ذلك ويكون من باب التعاون على البر والطاقة لسيامة وأنه يعض ذلك أنهم يقولون بأن الزواج بنية الطلاق صح لأن الزواج بنية الطلاق يعني ليس متعة في فروق أربعة بينها وبين نكاح المتعة وطبع الحنبيلاء وغير الحنبيلاء قالوا بأن هذا يدخل تحت عموم قوله السلام لعن الله المحلل والمحلل له عموم الحديث قال أنه السلام لعن الله المحلل والمحلل له يبقى هنا هو تزوج ليحلها فنازل تحت الحديث نازل تحت الحديث فيكون هنا نقول له بأنك آسم بذلك ونقول للثاني لا يتحل لك لأنه السلام نهى عن ذلك وقال لعن الله المحلل والمحلل له فهنا الأمور تأتي تحكم الأمور بمقاصرها بإذن هنا الأمور بمقاصرها لأنه ما تزوجها إلا ليحلها للآخر ما تزوجها إلا ليحلها للآخر طب نرد إلى ذا لا أقول بالشفعية أقول بالجمهور نعم ما أقول بقول الشفعية لا أصحح العقد مع أننا علميا بصحح الكلام الشفعية علميا بصحح الكلام الشفعية لكن عند التعليم بقول الحكم العام لا من الف روح على هذا أيضا لو قلنا زايد أبو عمر وله أموال طائلة وهو يريده وهو يعني يريده إرث أبيه فتعجل فوضع السم في الطعام نعوذ بالله لأبيه ليقتله فقتله وهنا قتله والنية في ذلك من أجل الإرث يبقى هنا يأخذ بهذا الباب على أن الأمور بمقاصدها فيؤتل القاتل بنقيد قصدي هو قصر تعجيل الإرث هو ما قتل للقتل هو قتل من أجل الإرث والأمور بمقاصدها فلما كان يريد تعجيل الإرث جاء الشرع فعامله بنقيد قصده فجعله فجعل الإرث فجعله يرث من ذلك أيضا رجل رجل كان يسوق السيارة فقتل رجلا آخر رجل كان يسوق السيارة ويقودها وكان في الليل المعتم رأاه أو ما رأاه فقتله فهذا الحكم هنا يترتب على قصده فإن وردنا الضغين وعلمنا أنه مبيت النية على القتل ورأى ذهب لعائلتي فقال أنا سأذهب فسأقتله أو ثبت ثبت بالقراء إن كان القادل القاصد للقتل فإن كان قاصدا للقتل فحكمه يختلف إن كان قاصدا للقتل فيقتل به لقول الله الذي حيث علىه النفس بالنفس ورقولования السلام ثلاث لا يحلUE دم امرئة مسلم إلا بعضا ثلاث قاله النفس بالنفس فإن كان القصد على العمد في القتل يقتل به أما إن كان القصد يعني لم يكن القصد مستحضرا وما كان نويا قتله بحلم الأحوال وكان القتل خطأا لا يخط بحكم فإذا الأمور بمقاصدها فإن كان الخطأ فالدية وإن كان العمد فالقود وهذه كما قلنا الأمور بمقاصدها من ذلك أيضا إذا أعطى عمير جبير مالا أعطى عمير مالا لجبير لكنه ما قال له نوع هذا المال أعطى عمير جبيرا مالا ما قال له نوع هذا المال أو تصنيف هذا المال فهذه المسألة فقهيا ينظر فيها في هذا الباب أعطاه المال ثم بعد زمن أراد أن يأخذ المال قال له أين المال الذي أعطيتك إياه فطبعا النزاع هذه مادة نزاع فإما أن يقول له أنت أنا ما أخذت منك المال أو يقول لا أنا أخذت منك المال فضع أخذت منك المال لأنفقه فأنفقته المهمة مادة النزاع موجودة فالعلماء هنا عشان نقول نفصلوا الباب في هذا أو نفصلوا الأمر في هذا الباب هو أعطى المال ولم يبين فنقول له الآن عندنا مسألة وقاعدة تحل لنا هذه الإشكال وتفض النزاع الذي بينكم الأمور بمقاصدها فقال وكيف ودل لي كيف أو بين لي كيف الأمور بمقاصدها وما المقصد الذي أقصده أنا يتراتب على الحكم قلنا كلما اختلف المقصد كلما اختلف الحكم والدلالة الأمور بمقاصدها تعالى نزيد بذلك أنا يا قاعد الفقهية فنقول إن كنت تويت الهبة فقد تملكها بالقبض فليس لك أن ترجع في هبتك والغلال السلام قال الرارع في هبته كلب يقيه ثم يعود في قيئه فإذا كان قد قصد أن يكون المال قرضا فنقول له المال الذي هو القرض فأنت مطالب به أن ترده على ما هو عليه الأمور بمقاصدها وإن قال أنا أردت أن تكون وديعة عنده فإن سرق فإن فرط فيها فهو ضامن في كل الأحوال فإن هلكت أو ضاعت أو تلفت لكن بشرط لكن لم يفرط لا يضمن هذا المال فانظروا اختلفت الأحكام الثلاثة باختلاف المقاصد ونرجع ونقول الأمور بمقاصدها الأمور بمقاصدها هناك مسألة عزيزة في مسألة الأمور بمقاصدها أيضا رجل دخل على امرأة يعني دخل عليها فشك أنها امرأة أو غير على ظن أنها ليست امرأة فقام فجاء معها وكان الظلام دامس وهي كانت من أدغال إفريقيا فالمسألة في الناحيتين سواد في سواد فهو ولكن غير على ظن أنها ليست 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 امرأة فلما أشرق انبلج الفجر وأشرقت الشمس وجدها امرأة هذا مغفل هذا أقول مغفل التذوق يختلف نعم فالحق أنه يأسن بذلك لكن هل يقام عليه حد الزنا الحق أنه لا يقام عليه حد الزنا لكن هل يؤخذ بها ديانة يؤخذ بها ديانة يفهوم الكلام وعلى العكس هذا مصيبة المسائل مهمة في هذا الباب وعلى العكس إن دخل عليها على أنها امرأة وجامعها فكشف أنها أجنبية لا يحد في ذلك لكن يترتب عليه حكا ليه الأمور مقاصدة فيترتب عليه فقط أنها إن كانت بكرا فافتد بكارتها فعليه مهر المثل وفي الحالتين لا يحد في الحالتين اختلف وتبينها ديانة وفي الحالتين لا يحد هذه المسائل هذه كلما أنت جلست ومحصت النظر وأتقنت القاعدة تجد كثيرا ما الأمور تتبين لك وهذا كما قلنا هذا الإبداع عند المجتهد أنه يستطيع أن ينظر من خلال التقاعدات هذه التي جعلت قوالب للأحكام جعلت قوالب للأحكام أنه يستطيع أن يصمت الحكم ذلك أيضا إذا مر رجل مر رجل في مكان ما فورد قطع الذهب أو قول كيلو ذهب ورد أسورة سمينة جدا من الذهب فالتقطها فلما التقطها أخذوه قل بالقرائل لكننا نقول الأحكام تختلف بإيش بالنواية بالمقاصد والأمور بمقاصدها والأمور بمقاصدها لذلك لابد أن نقول من أن الذي التقطها فنقول إن كان يقصد بذلك أن يخفيها ويأخذها فهذا غاصب ويعامل معاملة الغاصب ويضمن فرّت أم لم يفرّت يضمن وولي الأمر يعزره طيب فإن قصد بذلك الحفاظ عليها والخوف عليها على أنها لقطة فنقول الحق أنه لا يحسب على ذلك بل يشكر على ذلك فإن مر العيم ولم يأتي أحد بعدما عرفها فيتصرف فيها حل وبلّ إله فإذن إذا كانت النية كما قلنا في هذا الباب نيته في هذا الباب أن يلتقطها يخفيها ويأخذها هذا غصب والغاصب آثم وعاصي فلذلك تأخذ منه بل ويعزر على ذلك وهو يضمنها في كل أحواله وإن أخذها على أنها لقطة يحافظ عليها كأموال المسلمين فهذا أيضا يكون لا يأسم بذلك بل ولا يضمن بحال من الأحوال من نفس الأمر لو كان رجل عليه الزكاة وجاء وقت الزكاة فباع المال يعني قبل حولان الحول الأسبوع باع المال الرجل كان يملك أرضا وهذا الأرض يقول أنها كانت أرض ليس زراعية أرض إيش أرض استثمارية فيها عرض التجارة قبل أن يحول باع الأرض حول المال من مال مال آخر طيب بل وأهد هذا المال لأولاده فنقول له طبعا التحويل أنت باع العماء إذا أخذ المال فإنه يمكن أن نقول أن له حول جديد فباعها قبل الحول من أجل أن يعني أن يكون معه السيور من المال فنقول له هذا إذا فعل ذلك تهربا من الزكاة إن أخذوها وشطرة وشطرة مالي هو الأمور بمقاصدها حققها هذا الحديث إن أخذوها وشطرة مالي عزمة من عزمات ربنا وإن كان باعها وليس في رأسه من الزكاة بحرم الأحوال بل هو يسأل ويتقص من باعها وأخذ المال وقبض المال في يدي وتحولت الأرض إلى مال أو نارض من الضراهم فهل عليه الزكاة أم لا فهذا الأمور بمقاصدها إن كان لم يقصد لم يقصد الهروب فلا شيء عليه هذه بعض الفروع لهذه القاعدة المهمة تبقى لنا المستثنيات والكلام على بحث المستقل في كلام النية وقاعدة الاندراج المهمة جدا لأن صراحة كثير من الإخوة والأخوات كانوا يسألون في عرفة بالذات أو في عشراء يقولون أنا أصومه بنيت بقضاء ونيت 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 عشراء ونيت عرفة لسيما إن فضيرة الشيخ مجدد أيضا من المجددين الذي أنا أنا لا أعدل به أحدا أحدا فقهيا من باب التأمل لأنه كان يتأمل جدا ليس ليست المسألة المذهبية التي أخذت به أبدا أبدا الدليل هو الذي كان يقوده فضيرة الشيخ ابن عثيمين لأن الشيخ ابن عثيمين لكن التأمل والإدراك كان عن شيخ ابن عثيمين يعني كان يقول بهذا يقول له لأنه عرفة وعرفة فله أن يعني يصوم عرفة ويصوم معه القضاء والأخوات كسر في هذا الباب سنبينها إن شاء الله في قاعدة الاندراج وأن هذا لا يصح الصحيح الرارح أنه لا لا مدركة لمسألة قاعدة الاندراج هنا في مسألة الفرض والنفل لأن الفرض لا يقبل التشريك بحال الفرض لا يقبل التشريك بحال من الأحوال أزالك الله خير سبحانك الله ربنا وحمدك أشهد الله أنت أستغفر وكإزالة النلس إزالة النلسات لا تحتاجه لنية لو السوب فيه نلازة والمطر نزل عليها فأزالها من غير أن ينتوي صحة صلاة بذلك وصحة الإزال سبحانك الله ربنا وحمدك أشهد الله إله إلا أنت أستغفرك وأتوب ليك